في القسم الثاني من هذا الدرس بنفس الطريقة باستخدام إشارة المشتقة الأولى سنتأكد من فترات التزايد والتناقص لكن قبل ذلك يجب أن نقوم باشتقاق الدالة وإيجاد النقاط الحارجة لهذه الدالة critical point اشتقيناها وساويناها بالصفر ثم نحل هذه المعادلة أنا أخرجت عامل مشترك وهو 4x2 فإما 4x2 تساوي الصفر أي x تساوي الصفر بعد إيجاد الجدر أو x تساوي السالب ثلاث وهذه دار لكثيرة حدود فهي معرفة من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية لكن وجدنا نقطتين حارجات أو critical point إحدهما قيمة كبرى وللأخرى قيمة صغرى فالصفر كانت سالب 2 وف السالب 3 هي سالب 29 وأيضا لفحص الإشارة نأخذ أعداد أكبر أو أصغر من هذه النقاط مثل الواحد مثلا نأخذ سالب 1 سالب 5 إذا عوضنا الواحد في المشتقة أعطاني قيمة موجبة فإذا الدالة الأصلية تتزايد إذا أخذنا سالب 1 من هذه الفترة أيضا موجب فالدالة تتزايد أما السالب 5 من الفترة الثالثة الأخيرة كانت الدالة تتناقص من التزايد والتناقص نلاحظ أن السالب 3 يساوي سالب 29 هي القيمة الصغرى فقط أما عدد صفر إكس يساوي صفر هي ليست قيمة كبرى تسمى سادل بوينت هي ليست لا صغرى ولا كبرى وهذا رسم البياني الذي يوضح ذلك هذه السالب 3 قيمة صغرى أما عند العدد صفر هي ليست قيمة صغرى الدالة استمرت في التزايد السؤال الثاني عشر دائما نبدأ باشتقاق الدالة 5 إكس أس أربعة ناقص عشر إكس ونساويها بالصفر من الممكن أن أخذ عامل مشترك وهو 5 إكس يبقى إكس أس ثلاث ناقص إثنان فإما لحل هذه المعادلة إما الإكس تساوي الصفر من الحد الذي في الخارج أو الإكس بعد أخذ السالب إثنان إلى اليمين إكس تساوي الجذر التكعيبي للعدد إثنان وطبعا هو تقريبا واحد وستة وعشرين جزء تقريبا وهذه الدالة كثيرة حدود فهي أيضا معرفة من سالب إلى موجب مالة نهاية لكن لدينا نقطتين حريجات فمن الممكن أن تتغير التزايد أو التناقص لهذه الدالة نأخذ عدد أقل من صفر ونعوض في المشتقة نجد أن الناتج موجب أي أن الدالة كانت تتزايد من سالب مالة نهاية إلى الصفر نأخذ عدد بين الصفر وجدر التكعيبي للإثنان مثل الواحد وجدنا أن الناتج سالب في المشتقة أي أن الدالة تتناقص ولو عوضنا عدد أكبر من الجدل التكعيبي للإثنان في المشتقة يكون موجب أي أن الدالة تتزايد من جدل التكعيبي للإثنان إلى الموجب مع النهاية وقيمة الصفر في الدالة الأصلية هي واحد وقيمة الجدل التكعيبي للإثنان في الدالة الأصلية يساوي سالب ثلاثة تقريباً وسبعة أجزاء العدد واحد هو قيمة كبر وسالب ثلاثة بوينت ستة وسبعين هي قيمة صغرة واكتب أنت فترة التزايد والتناقص على أساس هذه الإشارة السؤال الثالث عشر لدينا مشتقة باستخدام قاعدة الضغط نشتق الأول أي نشتق الأكس مشتقته واحد ونضرب في الدالة الأصلية زاد نشتق الدالة الأسية مشتقته سالب اثنان في إي أس سالب اثنان اكس ونضرب بالحد الأول وهو اكس الآن نساويها بالصفر طبعاً لحلها نأخذ عامل مشترك هو إي أس سالب اثنان اكس يبقى داخل الأقواس واحد ناقص اثنان اكس والكل يساوي الصفر الدالة الأسية لا تساوي الصفر أبداً فالذي يساوي الصفر فقط هذا الحد ومنه إكس تساوي نصف بعد طرح العدد واحد والقسمة على اثنان يكون الناتج نصف دالة معرفة على جميع العداد الحقيقية النصف هي نقطة حرجة نعوض عدد أقل من النصف وأكبر من النصف في المشتقة هذه الدالة الأسية أيضاً لسهولة التعويض دائماً موجبة هذه الدالة الأسية دائماً موجبة فقط للسهولة عوض في هذا الأقواس إذا عوضنا الصفر يعطيني ناتج موجب إذا عوضنا عدد أكبر من النصف مثل الخمسة عشر يعطيني عدد سالب فإذا هذه تكون قيمة عظمى للدالة ومن الممكن إيجادها الدالة تتزايد من سالب ما لا نهاية إلى النصف تتناقص من النصف إلى الموجب ما لا نهاية لو أخذنا السؤال الخامس عشر لدينا تان انفيس مشتقته يكون نشتق ما داخل التان انفيس أي نشتق الـ XS2 ومشتقتها طبعاً 2X على واحد هذه القاعدة واحد زائد مربع الـ XS2 فتكون XS4 ساويها بالصفر لإيجاد النقاط الحرجة ودائماً البسط هو الذي يساوي الصفر ليس المقام ومنه X يساوي الصفر وطبعاً المقام معرف على جميع العداد الحقيقية ليست لدينا نقاط عدم تعريف من المستحيل أن يساوي الصفر هذا المقام فقط لدينا أن نأخذ عدد أكبر من صفر وأقل من صفر ونعوضه في المشتقة لكن هذا المقام دائماً موجب لأنه XS4 زائد واحد دائماً موجب عوض في البسط للسهولة لو عوضنا عدد موجب في 2X يعطيني ناتج موجب لو عوضنا عدد سالب مثل السالب 5 يعطيني عدد سالب فكانت تتناقص بعد الصفر بدأت بالتزايد السؤال التاسع عشر لدينا دال الجدل التربيعي ويجب أن أنتبه أن الجدل التربيعي معرف على أعداد أكبر أو تساوي الصفر فX تكعيب زائد ثلاثة X تربيع أكبر أو يساوي صفر ومنهم بعد حلها ستلاحظ أن X أكبر أو يساوي السالب ثلاثة أي أن هذا مجال الدالة طبعاً باستخدام يعني قمنا نحن بإخراج عامل مشترك X تربيع إما X تكون أكبر من الصفر أو X زائد ثلاثة هي أكبر من الصفر طبعاً معوض نقاط لتجارب هذه المتباينة ستجد أن الحل هو X أكبر أو يساوي السالب ثلاثة أرجع المتباينات إذا لم تستطع تحديد مجال هذه الدالة درس المتباينات أيضاً متوفرة في القناة الآن نشتق الدالة مشتقة الجدر دائماً نشتق مداخل الجدر على 2 ضرب الجدر نفسه ف2 ضرب الجدر نفسه في البسط مشتقة مداخل الجدر ثلاثة X تربيع زائد ستة X هذه القاعدة للجدر التربيعي نشتق مداخل الجدر ونقسم على 2 ضرب الجدر نفسه إذا ساويناه بالصفر لحل هذه المعادلة فقط البسط الذي يساوي الصفر ليس المقام فإذا كان البسط يساوي الصفر أخرج عامل مشترك من هنا ثلاثة X يبقى X زائد 2 إما X تساوي الصفر بعد القسم على 3 أو X تساوي سالب 2 بعد طبح العدد 2 فهذه النقاط الحرجة التي لدي لكن هنا المجال ليس من سالب ما لا نهاية انتبه هذا يختلف عن التمارين السابقة من سالب 3 إلى موجب ما لا نهاية لكن لدينا نقطتين حرجات سالب 2 وصفر الآن نختبر المشتقة نعوض أعداد بين هذه الفترات في المشتقة وطبعا هذا الجدر موجب دائما موجب قيمة هذا الجدر معرف مجاله ومده على الموجب فاختصر وعوض فقط في البسط فقط عوض في البسط لاختصار الحل إذا عوضنا عدد أكبر من الصفر يكون إشارتهم موجبة في البسط إذا عوضنا عدد بين الصفر والسالب 2 مثل السالب 1 سيعطيني ناتج سالب فإذا تناقص وهذه الفترة موجب فهذه الفترة من سالب 3 إلى سالب 2 تزايد من سالب 2 إلى الصفر تناقص ومن صفر إلى المالة نهاية تزايد السالب 3 والعدد صفر هي قيم صغرى السالب 2 هي قيمة كبرى لهذه الدالة لكن يجب أن أنتبه أنها قيمة كبرى محلية لأن الدالة من جهة اليمين أي من فترة الصفر إلى المالة النهاية تستمر في التزايد في جميع هذه التمارين التي قمنا بحلها اكتب فترات التزايد والتناقص على شكل الفترات أي مثلا من سالب 3 إلى سالب 2 تزايد من صفر إلى الموجب ما لا نهاية أيضا تزايد هذه الفترتين ولدينا الفترة من سالب 2 إلى صفر كانت تناقص سنكمل بعض الأمثلة أيضا في المقطع الأخير من الدرس